اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي وزارة الداخلية الحالية أعلنت في بيان لها تقول أنه في البيان يقول أنه أكثر من خمسة آلاف حريق حصل خلال النصف الأول من العام الجاري يعني ستة أشهر الأولى من شهر الواحد إلى شهر السادس أكثر من خمسة آلاف حريق طبعا هذا الرقم قليل جدا لأنه الحقيقة في عام 2021 عدد الحراق التي حصلت في العراق أكثر من واحد ثلاثين ألف حريق فهذا العدد يعني كلش قليل ومختصر جدا جدا مع ذلك هذا عدد هائل لأنه خمسة آلاف حريق في ستة أشهر مئة وثمانين يوم بمعنى أنه يوميا 27.7 بالعشرة حريق يحصل يوميا يعني حوالي 28 حريق يوميا يحصل في العراق أحصاءات خطيرة وخسائر بالمليارات إضافة للخسارة البشرية طبعا وهي المهمة وهي الأهم وإضافة لخسارة العراق منذ عام 2003 لحد الآن مستمرة سرقات وفساد وخراب ودمار ومشاريع وهمية وكذب وقتل وذبح وأهم خسارة هي المواطن خسرون مواطن عراقي مواطن من البصرة إلى الشمال إلى أقصى نقطة في الشمال أقصى نقطة في توب في سليمانية ما عرف وين من الفاو إلى بعض نقطة ومن الجنوب من الغرب إلى الشرق يعني أهم ما يخسر العراق هو المواطن العراقي هو هذا الإنسان الضاعي العراقي هذا الإنسان الطيب أبو القيم أبو النخوة أبو الطيبة اللي صنع مجتمع من أجمل المجتمعات صنع عقول وقدم للبشرية كل الخدمات هذا ولده يخسر 21 سنة من الخسارات المستمرة خسارات كبيرة جدا جدا عموما هذه الحصارات خطيرة جدا خسائرها طبعا بالمليارات مثل ما قلنا هذا يدلل على أنه لا توجد مؤشرات للسلامة في العراق يعني تقتلك رصاصة يقتلك ميليشياوي يقتلك معرف منه مرض كل هذا موجود أبسط مرض ممكن يقتلك والجوع يقتلك وكل شيء والأمراض تقتلك والمخدرات تقتلك والحرائق تقتلك فلا يوجد مؤشرات للسلامة في العراق ما موجودة فبلد مؤمن نهائيا البعض يقول بسبب طبعا الأسباب شنوها أسباب الحرائق واحد يقول لك مسك كهرباء واحد يقول لك إحمال واحد يقول لك كهرباء متذبذب مولدات موجودة وكلها أسباب حقيقية طبعا لأن لو كهرباء موجودة ومستمر متذبذب وها تذبذب وكلكم ملاحظة وكل العراقين ملاحظة هي فترة الجرودات عندما تقترب الجرودات تزداد الحرائق وين تكون هذه الحرائق هذه إخفاء الأدلة طبعا الإخفاء المتعلقة بالفساد والسرقة غالبها تحصل في أقسام العقود والمخازن الحكومي وخاصة يعني قبل موعد الجرد السنوي بأيام تبدأ الحرائق وتستمر إلى ما بعد وتحترق كثير من المخازن وكثير من السجلات وشفناها وهم مارسوا الحرق وهذه قضية الحرق غريبة يعني في ثقافة العراقين لا توجد في ثقافة العراقين قضية الحروق هذه لكن أوجدوها بعد 2003 بطريقة غريبة وفجة ويعني ظاهرة هناك عمليات للحرق وكأنها ثقافة يريدون أن يعممونها المجتمع ثقافة الحرق يحرقون كل شيء بدأوا من الحرق في عام 2003 بعد الاحتلال مباشرة مع الاحتلال كانوا يسرقون ويحرقون وشاهدنا مؤسسات كاملة ودوائر كاملة يحرقونها بما فيها مؤسسات فيها سجلات لحقوق الناس مثل الطابو ومثل سجلات النفوس وغير حقوق لتغيير المعالم وتغيير الصورة يعني مثلما الفاسد والحرامي يحرق أقسام العقود والمخازن لكي يخفي جريمة هؤلاء أيضا أرادوا أن يخفوا جريمة كبيرة جريمة قادمة لتشويه المجتمع لتغييره الديمغرافي حرقوا للعقود وحرقوا دوائر الطابو وحرقوا دوائر النفوس وكسروه ودمروه هذه هي ثقافة الحرق من أين جاءت هذه موجودة بيران التاريخهم القديم يجابها علينا أن العراقيين من عرفها القوية ومن حرق المحاصيل إلى حرق كل شيء يعني اليوم يختلف واحد وواحد يحرق المحلات ويحرق مخازنة من التجار وتحدث يومية حرائق ماذا؟ هذا يدلل أنه قانون ما موجود في العراق فوضى موجودة يعني ماكو مؤسسات تضبط الحياة العراقية مع الأسف يعني حرق أغلبها بطرق مفتعلة لكن هم يقولون مس كهربائي ومدرشونه مثلما قالوا حتى على صناديق الاقتراعات واني سوون انتخابات يسمون انتخابات يعرقون الصناديق ويضعون بدالها صناديق أخرى وإذا مقدروا وإذا استطاعون يبدلوها يبدلوها إذا ما استطاعوا يحرقوها ويقولون احترقت وحتى يعدون بس اللي موجودة وهكذا وإذا قدروا يزوروها بشكل الله يعني ما يحتاج الحريق وإذا ما زوروها يحرقوها خسائر اقتصادية عالية جدا بالمليارات وممتلكات ومواد وبنى التحتية وطبعا هذه لها آثار بيئية خطيرة على حياة الإنسان على صحته إضافة إلى الخسائر البشرية خسائر بشرية هائلة جدا يعني العراقين ما عادوا يموتون بس برصاصات الميليشيات والقتل والعصابات والاختطاف والتهجير والبحار يعني ما يهاجرون ويغرقون المساكين لا يعني يقتلهم المرض يقتلهم أي مرض يقتلهم الجوع يقتلهم المخدرات يقتلهم الانتحار يقتلهم ما أحد شيء ومنظمنا الحرائق هذه الحرائق واحدة من مصادر قتل العراقيين وتدمير كل شيء بالعراق وخسار العراق وسرقة العراق هذه الظاهرة الغريبة التي أراد لها أن تكون جزء من الثقافة العراقية جزء من الثقافة المواطن العراقي جزء من الثقافة مجاميع معينة هذه كارثة كبيرة وماذا تفعل الدولة؟ يعني كل ساعة تزلنا سيارات الحريق وطيط طيط وراء 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 ويقوم في الحريق وسنة 21 الإحصائية تتحدث عن 31 ألف حريق في السنة والآن يتحدث عن خمسة ألاف حريق وطبعا العدد أكبر من هذا ضربة الثلاثة ضعاف وأكثر ربما في بلد إستثنائى أكثر من ستة أشهر وهو درجات الحرارة أعلى درجات في العالم أكثر من ستة أشهر في هذا الصلاف نرى درجات الحرارة قد وصلت بالظل أكثر من خمسين درجة بالشمس اشقد فوق سبعين درجة والعالم إذا ما تموت من ضربة الشمس إذا ما تموت من الحر إذا ما تموت برصاصات تايهة حتى بالاحتفالات مالتهم يقتلون الناس المصيبة حتى باعراسهم فريق طوبة يفوز يضربون طلقات يقتلون 30 عراق 40 عراقي قانون ماكو ماكو مؤسسات ماكو سلطة ماكو احترام لشي عشائر تمتلك أسلحة خفيفة متوسطة وثقيلة عصابات تمتلك المحمر ويقول لك لا هي مسيطرة واحد جزء من قوى الأمنية ميليشياتها يعني من يتقنعون بهذا الكلام وخالي قطعة الأشتافة شعارات دينية ومذهبية على أساس يعني أن الناس تقتنع أنه يرعى الدين ويرعى المذهب كذبة كبيرة أنتوا تتقكون الناس ويتأذون للناس واتدخلتوا البلد في نفق مظلم مظلم والناس تدفع الثمن عراقين وما لها علاقة لا بشيعة ولا بسنة ولا بطراد ولا عرب مليون مرة نحشيها ما لها علاقة لها علاقة بمواطن عراقي رائع جدا ابن البصرة وابن العمارة وابن الكوت وابن الديوانية وابن المثنة وابن الرمادي وابن ديالة وابن موصل وكركوك ودهوك واربيل وكل المدن العراقية مواطن عراقي رائع جدا جدا مع الأسف حرامات هذا الشعب انتوا تحكمون مليون مرة نقولها مليارات المرة نقولها يا حسافة انتوا تحكمون هذا الشعب هذا الشعب الرائع يحتاج إلى حكومة رائعة جدا مثله مع الأسف وصل هذه الدرجة ووصل الحال بهم إلى هذا الحال وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة